إذا المشاهدين لا تزال مخرجات اتماع تونس غامضة المصير فقبل أسبوعين بين نواب وأعضاء البرلمان والمجلس الأعلى للدولة الليبية يظل هذه المخرجات مجهولة كما هو حال هذا البلد الباحث عن مخرج لأزمته فعلى الرغم من ترحيب بعض القوى السياسية بنتائج الاتماع إلا أنه من المتوقع أن تطرح مخرجاته للنقاش والتصويت قريبا تحت قبة البرلمان بغية إقراره صحيفة الشرق الأوسط ونقلا عن أحد المشاركين أفادت بتوقيع 79 برلمانيا و51 من مجلس الدولة على محضر اتماع تونس لكن بعض المراقبين يرون أن هناك شكوكا حول إمكانية اعتماد المجلسين لهذه النتائج لافتين إلى عدم صدور أي تعليق من قبل رئيسي النواب والأعلى للدولة حول اتماع تونس أو حتى مخرجاته ولكي تكون المخرجات ملزمة يجب أن تكون صادرة عن اتماعات رسمية بحضور رئيس كل مجلس أو على الأقل نائبه كما أن العدد الذي شارك في الاتماع التشاوري لا يمثل أغلبية في أي من المجلسين هذا وكان المجتمعون قد اتفقوا على ثماني نقاط أبرزها تشكيل حكومة موحدة جديدة تعمل على الاعداد للانتخابات بالمقابل يبدو أن هناك لجنة مشتركة من المجلسين والدولة تعمل هي الأخرى على عقد اتماع ثاني يستهدف ضم عدد أكبر من الأعضاء في سياق ذلك ناقش المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند مع الدبيبة أهمية مشاركة جميع الفاعلين الليبيين في العملية السياسية فيما أشارت حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة لأن الدبيبة جدد للمبعوث الأمريكي موافقة على مبادرة البعثة الأممية بشأن عقد حوار بين القوى الرئيسة في ليبيا اشتركوا في القناة